هل ما يهوب انا كل الناس بقولي ان هو كان لعيب جميع جميع؟ لا لعيب كواس جدا لعيب كواس جدا اه من اللعيب كواس جدا وخالد جغال الله كان من اللعيبة كواس جدا كان شويت وكان كان نص مرة انا بحب كبت خالد جدا لا لا وعلى فكرة كبت خالد ضربني لا لا من شاء الله كان في شريف عبد المنعم برضو اللي احتلفت حاجة هاجمة حاجة يعني بس هو الحادثة اللي قصرت معاه وبيديته عن الحادثة ايه عربية؟ حادثة عربية عربية تقلبت بيو طبعا حصل كسر في الحضو معرفش رجع تاني كويس فكان رجوع صعب يعني هو رجع شوية كده وبطل يعني لكن كان من اللعيبة الجامدة جدا كان في محمد عباس كمان حاجة اه بيقوله محمد عباس حاجة زي بليه كده يعني بس طبعا هل فعلا كان عسن من كابتن الخطيب ولا لا؟ يعني فيه ناس كابتون ان محمد عباس لا ما حدش جيل زي الخطيب صعب؟ ها يعني الناس اللي بتردد حتة ان هسمين يا الكابتون كده ولا لا؟ ولا ده عشان يعني لا الخطيب بص الخطيب في 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 الثمنتاشر اي كرة بتجيله خلصت شمال اولا لو جات له فوسة زحمة هو وقف فوسة زحمة وجاته على سيدره ماتت كرة في الجول مهريا ما جاش حد زيه مهريا ولا كابتن حسن؟ يعني فيه ناس كابتون من كابتن حسن شحاتة كان امهر كان احرف كابتن حسن شحاتة كان امهر واحرف في رؤية ملعب كنص ملعب وكان انطلاقات من تحت لقدام ده برضو حاجة حاجة رعية كان حاجة جندة جدا كان تنتقى بصري كان تنتقى بصري كان لعبه كده السبوع اللي فات على فكرة كانت سنويته الله يرحمه رحمه ورحمه 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 ان شاء الله حاجة حاجة جميلة جدا يعني لعبه ثالث وجميل وعنده هدوء في لعبه كده ما تحسش انه بيكالكع في الكرة وهي جاية بيحطها وهي جاية بيشوتها يعني حاجة جميلة جدا جدا يعني يعني ناتز زمالك برضو كان فيه بعض اللعبه كان فيه طريق غنم وكان فيه الخواجة الخواجة ده كان يعني بيشوت شطة مرزبة يعني حاجة برضو شخصية جميلة كده مش افتقومش لا مش افتقومش بس ابويا برضو الله رحمه كان دايما يحكيلي ان كابتال خواجة كان لعيب كبير لا لا وطرق غنم يعني كان صاحب ابويا جدا لا 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 لعيبها كويسة جدا بقولك جيلنا كان حليوة كابتال خواجة كان حليوة كان امور لعبنا في كنا مع بعض في في منتخب مصر في الجزائر وكان معانا مصعد نور اللي ارحمه مصعد نور ده برضو كان من العيبة الجندة جدا جدا يعني فطبعا يعني جيل جميل يعني جيل انا بقول انا بقول يعني طبعا ما عرفش بقى يا حالك ايه يعني ما اتفرقتش كتير على الجيل ده لكن لانا بسمعوا ان المواهب كانت اعلى بكتير ايوه العيبة كرة جندة كل في الوقت في الدولة تلاقي فيها ستة سبعة العيبة كرة بص انا يعني انا برجع السبب دوت ليه اولا شوف انا بقولك انا كنت في منتخب مدارس وكان فيه كابتن طا اسمعيل مدير فني منتخب مصر للمدارس النهاردة ومش مدارس النهاردة ما فيش مدارس او فيه مدارس للتعليم او للحش وخلاص اتعلم التسويق النهاردة انت زمان كنت اطلع قدام بيت يلاقي حتى مكان كبير وبنتجمع ونلعب طول اليوم موهبة موهبة كل واحد فينا كانت بتنظر لما بنلعب الكم الساعات اللي بنلعب انا كان من مدرسة دي بعض الظهر كنت لعب طول اليوم واخدش انا في المدرسة من تعبي من تعب لعبي كنت في المدرسة بيبقى فيه دور فصول المدارس بتاع التربية الراضية كان بيعمل دوري دوري للفصول لازم يرجع الكلام ده تعرف كابتا ان محمد صلاح والكلام ده غير من انت هتكلم احرك على محمد صلاح لكن في جزء من اللعبة دول برضو طلعوا من دوري المدارس ايضا عملوا دوري مدارس كده في اول الالفنات كده عملوا دوري مدارس وطلعوا منهم لعبة كويسة جدا وشناوا الجنب بتاع الاهلي لعبة كذا لعبة دوري مدارس ده اللي هو الحضارك بتكلم عليه ده ده عملوا في الاندية يعني مدرسة فلانه يروحوا مثلا لعبوا في مركز شباب اللعبة طلعت من فصول الاول وبعدين منتخب المدرسة بيروح انا كنت بلعى في منتخب مدرسة على طول مثلا عشان انا كنت بلعى في نادي كان في الشيخ وبين شوية في وسط الناس فكنت بلعى النهاردة الحوش بتاع المدرسة تبنى فيه فصول ما عادش فيه لازم لازم ترجع الكلام ده انت عشان تيبقى عندك قاعدة واسعة للاختيار وقاعدة واسعة لانت يبقى فيها كم من المواهب لازم لازم الامور دي تركع تاني بس ترجع تاني ازاي لا لازم ترجع لازم